أكد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب المهندس علي اليوحى أهمية تعزيز الهوية الخليجية من خلال ترشيخ المواطنة واعتماد مجموعة من الرؤى وإقامة أنشطة ثقافية لتعزيز الهوية الوطنية الخليجية الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون الخليجي هي خطة طموحة تواكب كل ما هو جديد في الساحة الثقافية على الصعيد العربي والدولي منذ إقرار هذه الخطة من قبل وزراء الثقافة لدول مجلس التعاون الخليجي حقق العديد من الإنجازات والبرامج التي تأصب في دعم وتطوير الحركة الثقافية تعاون الثقافي الخليجي في كافة المجالات أيضا إقامة الأنشطة وتعريف مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين على هذه الأرض في دول مجلس التعاون كذلك تعريف الآخر بثقافتنا الخليجية بإرثنا بحوارتنا بثقافتنا غرس مفهوم الهوية والمواطنة الخليجية في نفوس أبناء دول مجلس التعاون الخليجي تصحيح صورة نمطية عن الثقافة العربية والثقافة الإسلامية والخليجية بشكل خاص برامج المشتركة عديدة حقيقة ومتعددة هناك برامج تدور الآن وتقام في دول مجلس التعاون الكافة عندنا ملتقيات شعرية سواء في الجانب الفصيح أو الجانب الشعبي لدينا أيضا معارض للفنون التشكيلية والخط العربي والمجسمات الفنية لدينا ملتقيات الاسترد ملتقيات فكرية ملتقيات تراثية على صعيد المسرح هناك مهرجان مسرحي يقام بالتناوب أيضا بين دول مجلس التعاون كل سنتين هذه الاستراتيجية وفرت أرضية خصبة للتعاون والتواصل والمنافسة بين دول الأعضاء واحتكاك المفكرين والأدباء والمثقفين من خلال إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات في مختلف الدول الخليجية تخذوا أصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة دول مجلس التعاون أن يكرموا كان مبدع واحد ومبدعين لا نصبح من كل دولة يكرموا ثلاثة مبدعين في أي مجال من المجلس كل دولة تختار ثلاثة من المبدعين سواء في الدراسات أو في الفنون أو في المسرح على سبيل المثال العام الماضي احنا كنا مكرمين باحثة عمانية دكتور السنة هذه باحثة ودكتورة في مجال المسرح إصدار دليل الأدباء بدول مجلس التعاون الخليجي ساهم في تحقيق التواصل بين الأدباء والباحثين والمؤسسات الثقافية بالإضافة إلى الاهتمام بإنشاء قاعدة بيانات مهمة للمبدعين إلى جانب اهتمام المسؤولين على تطوير العلاقات الثقافية خارج نطاق الدول الخليجية قاعدة البيانات دليل للشعراء ودباء الأنشطة والفعاليات التي سنوين قام برغم من بعض ظروف الصعوبات هذه كل الأنشطة هذه الفعاليات قد رسقت مفاهيم جميلة قربت الدول تبادلنا الخبرات أصبحنا نتنافس على إقامة فعاليات وأنشطة وأيام ثقافية خارج على شكل فرادة الآن حريصين على مواضيع مشاريع أكبر مشروع مركز التعريب مشروع هو إصدار مجلة ثقافية معنية بشأن الثقافية الدولة للشعراء والخليجي عمل قاعدة بيانات وإحصاء سنوية لفعاليات وأنشطاتها كل الفترة القادمة إنجازات مثمرة وبرامج حيوية ترجمت على أرض الواقع تلمسها أبناء الشعب الخليجي والمهتمين بالشأن الثقافية فهناك العديد من الخطط الفاعلة ستصب مما لا شك فيه في دعم الحركة الثقافية الخليجية لما أبو علاوي تلفزيون دولة الكويت